افتتح سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية افتتح المقر الإداري الجديد لنادي الرفاع الشرقي الرياضي والذي شيدته وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل ضمان التطور المستمر للرياضة والارتقاء بها لتحقيق كافة الأهداف المنشودة في مملكة البحرين افتتح مركز نادي الرفاع الشرقي للآداء العالي بحضور عدل من المسؤولين في القطاع الرياضي حيث يضم النادي العديد من المرافق الحيوية المهمة التي ستعز من الإرادات الذاتية للنادي وستحقق المزيد من الإنجازات شرفنا اليوم سمو الشيخ خالد بافتتاح المبنى وهذا أكبر شرف بالنسبة لنا أيضا وإن شاء الله نكون في حسن ظن القيادة الرشيدة بالرياضة في مملكة البحرين سمو الشيخ ناصر مبو مقصر أي تقصير بدعم قطاع الشباب والرياضة تحفيز والدعم المعنوي لا محدود للأمانة وإحنا منواجب علينا نغطي بهذه الأمور كلها طبعا المشاريع في المبنى حاليا عندنا مشروع عيادة مركز عالي الأداء يخدم اللاعب النادي الكرة الغادم أيضا الرياضيين الموجودين في المنطقة أيضا عندنا تغنيات جديدة بتساعدنا في هذا الشيء من تغارير طبية ومختبرات طبية أجهزة حديثة وإحنا كلجنة استثمار ركزنا أن نطور الأمور الاستثمارية مثل ما تعارف سورة الغربي 18 محل وأيضا في مشاريع مستقبلية ومو بشرط أنها تكون داخل مقارة ناري نفسه وأيضا اللجنة الفنية في مرحلة تحويل فكر اللاعب من الهواية إلى الاحتراف بأن يكون اللاعب مسؤول عن لياقته تغذيته اليوم اللاعب لازم نخليه اعتمد على نفسه مثل ما تعارف المحترفين في الخارج هو مسؤول عن نفسه ويعتبر هذا المركز الرياضي أحد الصروح الوطنية التي تدعم التوجه نحو زيادة الاستثمارات بالأندية وتساهم في صناعة الرياضة واحترافيتها ما في شك أننا هذه راح يساهم على أن نحن اليوم نادر فع الشرقي يستطيع استقطب فراق تعسكر البحرين وأيضا ممكن فراق تعسكر هنا هذه راح يكون لها مردود الكبير ساهم في تطوير الرياضة البحرينية بشكل عام وأيضا صناعة الرياضة تم تصميم نادي نموذجي نادي يجتمل على مرافق راح يساعد النادي على أن يكون عنده استثماراته الرياضية اليوم نلمس فواد هذه المنشاة على تكوين فراغ النادي أيضا من منشآت سواء تحتضنها الصالة الرياضية أو مراكز للشفاء مركز الأداء العالي تم افتتاحها مآخرا لا شك أننا بيكون لها دور كبير في تطوير كرة الغادة في نادي رفع الشرقي إن شاء الله تكون هذه انطلاقة لآفاق بعيدة نحن نطلع عليها كمجلس إدارة نادي رفع الشرقي وإن شاء الله نشوف النتائج التي تتلبي طموحة نادي رفع الشرقي وأهالي المنطقة أيضا بشكل عام وبفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تواصل مملكة البحرين نقلاتها النوعية في القطاع الرياضي ليرى العالم بأكمله تقدم الأندية البحرينية التي أصبحت تتمتع برؤية وهدف واضح للوصول إلى مستوى رياضي عالمي محترف نموذج حي ليس وليد الصدفة إنما التخطيط والعمل المستمر الذي يواكب التطلعات والرؤى الملكية السامية القائمة على أساس تعزيز وازدهار المنظومة الرياضية وأهدافها في مملكة البحرين ليكون هذا المركز أحد الشواهد التي ستضمن النمو المستمر للرياضة وصناعتها طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحر